كريم السنة دي كمان 30 أغسطس حينتهي الدوري أو 29 بالنسبة للنادي الأهلي بعدها بعشر 15 يوم لو وصلت إلى نهاية كأس مصر 2021-2022 إن شاء الله طلعا فينل ومعدها الدوري حيبدأ بعدها بعشر تيام أو 15 يوم الدوري وبعد كده كمان فيه كمان فيه السوبر طب إيه ده يعني هل من الممكن أن يكون ده شكل فريق بوسك بإسلام طبعا أنا على المستوى الشخصي مؤمن تماما تماما إن إحنا مش عايزين نحط أي تبرير لأي أخفة بس لازم الناس تعرف حاجة فكرة إن انت تحاول قد ما تقدر تطلع مبرر واحد فقط واحد بس لأي أزمة ده أمر مستحيل في كورت القدم لين كورت القدم فيها عوامل كتيرة جدا جدا ببساطة أكيد أنا مش أعقب وما ليش الحق أن أعقب على أي تعقبات للجماهية نحن قلنا أن الجمهور هو العامل العنصر الوحيد في المنظومة اللي عنده مطلق الحرية يطلق كلامه أفكاره كومنتاته زي ما هو عايز لكن ما يفرضهاش على المسؤول لأن النهاردة لما تتحط في موضوع المسؤولية موضوع بيختلف يعني النهاردة مثلا في دي بيت شغال ده مسلمانديا كان كامل كان زمان نكسبنا لو مسلمان ما كانش كامل مكناش كسب جهات نظر دي وجهات نظر ولكن ما نيجي النهاردة نشوف كامل إصابات العضلية لعند النادي الأهلي ده دي بقى معلومة مش وجهة نظر مستحيل مستحيل الجهاز الفني الحالي يشيل مسؤوليتها ده مستحيل ده في الرياضة عمتها في أي لعبة سواء جماعية أو فردية لما منجيب مدرب أحمال جديد استحالة تاخد منه ناتج شغل غير بعد تقولك كده ست شهر ساعة شهر يعني شهر واحد لا شهر واحد شهرين دي مستحيل شهر يناير يعني مستحيل لا مستحيل ما ينفعش ليه؟ لأن أنت جاي أصلا على شغل حد قبليك ونتكلم بصراحة لو أنت داخل المجال لو أنت داخل المجال فنيا أو حتى أحمال ممنوع أن تتكلم على زمان لك لا يا صح لا يا لك أنا مثلا في مجال إعلامي حتى لو شفت مثلا إذا شفت خطأ لحد أنا جيت عليه أنا مستحيل أقوله مستحيل زوقيا ولياقيا وأدبيا أنا مش هيتكلم فيه فلازم النهاردة بحنا قبلينا على رجلي وأعزي أقول حاجة الإسلام الجيل الصغير اللي ما حضرش النادي الأهلي في بداية التسعينات وبداية الألفينيات أحب أقوله النادي الأهلي في بداية التسعينات واجه ظروف أشد بكتير من اللي إحنا بنواجهها دي أيوه إذا كان الناس بتقول إن النادي الأهلي بيمر بأزمة أو بكارسة في الموسم مفروض همنيجي آخر الموسم هنقايا نعمل بقى ضقيم كابل الموسم هتقول أنا كسبت أفريقيا وكسبت برونزية يعني في بعض الأمور في مواسم يا جماعة النادي الأهلي طلع فيها صفر صفر وكان أداءنا سيء جدا مع بداية الألفية برضو مرينا به ثلاث مواسم صعبية جم منهم موسم كويس اللي هو بتاع 2021 واتنين خدنا فيه أفريقيا وخدنا فيه السوبر أفريقيا رباس وحاط على ما وفقش في بطولة الدولة وشاهدت مباراة أربعة أربعة الشيئة الحاك طبعا عرفها فده معنى إيه ده معنى لو إحنا هتبصينا كرقميا بداية كل عقد بداية كل عقد بتشهد كبوة للنيدي الأهلي بيتبحة حملة من التصحيح تقعد عدد من السنوات إحنا خسرنا موسم أفتكر تسعين وواحد وثسعين واحد وثنين 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 اثنين وثنين 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 و وقت لما شوف هذا الكم إصابات العضلية هنا بقى لازم أرجع على مختصين ده مش فنيات لما النهاردة تنين يقعوا مني في 11 دقيقة وابدأ أحاسب المدير الفني حساب الملكين ده أمر صعب جدا بكل الأمان أمر صعب جدا والإصابتين اللي خرجوا في أول 11 دقيقة من برات المقاولين إصابات عضلية مش إصابة تداخل فإحنا في وقت وعايزوا أنهي الحبة اللي أتكلمتهم دول الأوقات الصعبة الأوقات الصعبة هي اللي بتصنع البطل مش لوقات الحلوة لوقات الحلوة سهلة بدليل ممكن بقول مثلا النادي الأهلي بعد أسبوعين من الآن يجي في يوم كده يعلننا يا رماعة أنا اتعقدت مع عشا اللعيبة ممكن ممكن ده يحصل وممكن عشا اللعيبة دون شواء الله يعني بقوا فت وزي الفل تمام وفي القرى المصرية بصراحة ببساطة الفريق اللي بيجيب لعيبة كويسة مرة واحدة بيكسب ممكن تجيب لعيبة كويسة جدا 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 يفروا معك فنيا نا حال هنا ساعتها نتحول بالكلام طيب الناس اللي تعبت والناس اللي شالوا فترة وبعد كده وقعوا نرميهم لا يبقى احنا نحتاجين ايه نقيم ونبقى وقفين على الواقع بشكل أفضل اه ونيجي كده نقول اه يا جماعة فيه فلان يستحق انه يكمل لا فلان واضح كده احنا حاولنا كذا مرة لا ماينفعش المدير الفني مثلا النهاردة رجل بقاله شهر هل ينفع عنا أقيم جهاز فني وأول مرة في تاريخ النهاردة اللي فوجة نظر ان احنا بنعمل التخصصات دي احنا أول مرة بنعمل تخصص فيسيولوجي والتخصص مش عالف ايه يعجاز فني في عدد كبير حتى اعتقب مستر مان وجوزي ما كانش معل عدد ده عدد الاجانب اللي معدد فأكيد بنا فريق كابت الاسلام يحتاج الى الصبر وإحنا فعلا فعلا بكل امان رقميا رقميا احنا ما اختلف نشعى موسيم اللي فات شابس نبقى واضحين مع بعض حيات الارقام يعني موسيم اللي فات انا عدت وعدنا نتكلم عدت اربعة ثلاثة ونتكلم وبرضو خسرنا نقاط مع نفس الفرق تقريبا نفس الفرق اللي بتعاني في مؤخرة الجدول هي هي اللي بتضيع النقاط على النادي الاهلي بخلاف طبعا الخسارة من نادي الزماية في مفاعلنا نتكاس والسنة دي برضو قبل ما نروح نلاعب الوداد احنا خسرانين من المصري متعدلين مع الجيش متعدلين مع سماك الفترة كاسبانين انبي فوز الاهي بحت في اخر تلت دهائي فالاداء الموضوع مش موضوع ممكن يعني في مشاكل كبيرة جدا مكملة عشان نبدأ نبحث في الوقت الحالي من سببها ده مش وقتها مش هينفع نحن عايزين نخلص الموسم بعد ما نخلص الموسم نبدأ نقيم كلهم